وسط أمل شعبي بانفراجة تعتق أبرياء اختطفوا قصرا واعتقلوا ظلما تجري مفاوضات الأسرى في العاصمة العمانية مسقطة حيث انطلقت في الثلاثين من يونيو الفين واربعة وعشرين جلسات بين الحكومة وميليشيا الحوثي لمناقشة آلية إطلاق دفعة جديدة من الأسرى والمعتقلين المفاوضات التي تجري برعاية الأمم المتحدة يتوقع منها أن تحرز تقدما في ملف الأسرى بالنظر إلى أنها أتت بعد فتح الطرقات المؤدية لمدينة تعز وهي المنافذ التي ظلت مغلقة أكثر من عشر سنوات وهذا الأمل ينتظره أهالي المختطفين والمعتقلين والأسرى الحوثيون أظهروا إعلاميا الطعاط الإيجابي مع ملف الأسرى باعتباره إنسانيا بالدرجة الأولى كما هي تصريحاتهم التي قالت إن المفاوضات ستقوم على صفقة الكل مقابل الكل وهي تصريحات مكررة غير موثوق بها من خصوم الحوثيين المتهمين من الحكومة بالمماطلة وتمييع قضية الأسرى السياسي محمد قحطان المخفي قسرا منذ سنوات والمجهول مصيره أيضا يحضر هذه المرة كشرط رئيسي لنجاح التفاوض وفق رئيس الوفد الحكومي المفاوض ماجد فضايل الذي أكد التزام الحكومة بعدم إبرام صفقة تبادل لا تشمل إطلاق سراح قحطان المختطف منذ أبريل 2015 الجديد في مفاوضات الأسرى هو مشاركة السعودية التي أوفدت فريقا لها ولا يعرف هل سيكون مشاركا بلقاءات ثنائية مع الحوثيين أم مشرفا على جلسات الحكومة والميليشية إلا أن الواضح أن الرياض تدفع بقوة الإحراز نتائج عاجلة في مباحثات الأسرى في إطار سعيها لبدء تفاوضات سياسية للأزمة اليمنية مع ذلك تبقى التخوفات قائمة من مباحثات مسقط من أن تشكل فخة للحكومة التي قد تجبر على تقديم تنازلات مجانية كما هي تحذيرات هادي هيج رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين الحكومية فهل تنجو الحكومة من الفخ هذه المرة؟